السلام عليكم وعلا وسهلا بكم فيديو جديد لو انت حدست جهازك الايفون او جهاز الايباد لنسخة لاي او اس 16 التجربية وجيت ترجع من نسخة لاي او اس 16 الى نسخة لاي او اس 15 وحصلت معاك المشكلة دي تتوقف جهازك الايفون على شعار قبل كده او جابلك مثلا الشاشة سوداء او جابلك وضع الاسترداد وانت مش قادر لانت تشغل جهازك الايفون دوت في فيديو النهاردة وضح لك طريقة سهلة جدا تقدر من خلالها انت تستعيد جهازك الايفون تاني بدون ما تفقد اي حاجة من البيانات اللي موجودة عندك على جهازك الايفون قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي هم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سبب المشكلة دي هات ان هي تحصل معاك على جهازك الايفون او جهاز الايباد بيبقى اثناء عملية التحديث او الرجوع لنسخة لاي او اس 15 بيبقى نظام الاي و اس دوت فيه مشاكل اللي انت نزلته على جهازك الايفون وبتحصل مشكلة على جهاز الايفون بتسبب ان هو يقف معاك على شهار قبل كده او يجيب لك شاشة صودة خالص وما يقدرش ان هو يشتغل معاك جهاز الايفون عشان نحل المشكلة ديت هنستخدم برنامج ريبود هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف وبتقدر من خلال البرنامج دوت اللي انت تحل اكتر من 150 مشكلة متعلقة بجهاز الايفون هتبدأ اللي انت تحمل البرنامج عندك على جهاز الكمبيوتر عندك التجربة المجنية وعندك الاشتراك المدفوعة بعد ما هتحمل البرنامج هتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هايزر معك بالشكل دوت تقدر من خلال البرنامج دوت زي ما قلنا اللي انت هتحل اكتر من 150 مشكلة متعلقة بالنظام الاي و اس على جهازك الايفون او الايباد وتقدر كمان من خلال البرنامج دو اللي انت تخرج من وضع الاسترداد او الركوفر ريموت بدغطة زر واحدة وبدون ما تدفع اي حاجة في البرنامج بدي تعمل في البرنامج بشكل مجان دلوقتي هنوصل كده جهاز الايفون اللي معنا دو بجهاز الكمبيوتر بعد ما هنوصل كده جهاز الايفون بالكمبيوتر هيزرين عندك اسم جهازك الايفون بعد كده هتدوس على ابدأ بعد ما هتدوس على ابدأ هنا عندك اختيارين فيه الاصلاح الكياسي دوت اللي بيحافظ لك على البيانات اللي موجودة عندك على جهزك الايفون ويحلل لك كل المشاكل اللي موجودة عندك على جهز الايفون ولكن الاختيار الثاني اللي هو الاصلاح العميق دوت بيحزف لك جميع البيانات اللي موجودة عندك على جهزك الايفون لو انت مش عايز البيانات ديت او ما لهاش اهمية بالنسبة لك البيانات اللي موجودة على جهزك الايفون هتختار الاصلاح العميق وهو هنا بيقدر ان هو يصلح لك كل المشاكل اللي موجودة على نظام الايو اس نحن دلوقتي نحطفز بالبيانات الموجودة على جهاز الايفون ندوس على إصلاح كياسي وبعد كده ندوس على إصلاح كياس حيبدأ كده البرنامج في تحميل أحدث إصدار من نسخة الـ iOS اللي هي 15.5 ديات الإصدار اللي هو رسمي موجود دلوقتي حيبدأ لنهو يحملو لك على جهاز الكمبيوتر وتقدر كمان اللي انت تختار المكان لحفظ النسخة ديت أو الصفت وير انت عايز تحفظه فيه عندك على جهاز الكمبيوتر حتدوس على تصفح وبعد كده هتختار المكان اللي انت حابب تحفظ فيه نسخة الـ iOS وبعد كده حتدوس على تحميل هيبدأ كده البرنامج في تحميل نسخة الـ iOS عندك على جهاز الكمبيوتر وديات بتاخد حوالي نص ساعة على حسب سرعة النت عندك سيب البرنامج يحمل النسخة ديت للآخر وبعد كده يبدأ البرنامج في إصلاح المشاكل الموجودة عندنا على جهاز الايفون وبعد الانتهاء من تحميل نسخة الـ iOS على جهاز الكمبيوتر هتدوس على ابدأ الاصلاح الكاسي هيبدأ كده البرنامج في اصلاح المشاكل الموجودة على جهاز الايفون هتسيب كده جهازك الايفون متوصل بالكمبيوتر ما تشلوش خالص من على جهاز الكمبيوتر عشان تتم العملية ديت بنجاح انتهى كده البرنامج من اصلاح مشاكل جهاز الايفون ودلوقتي هنروحه على جهاز الايفون عشان نشوفه المشاكل ديت اللي كانت موجودة فيه اتحلت والبيانات بتاعتنا رجعت تاني على جهاز الايفون ولا لا هنبدأ كده اللي احنا نفتح جهاز الايفون وزي ما انتو شايفين اتحلت معنا المشكلة بعد ما كان جهاز الايفون ده اتوقف على شعار قبل لو اتشتغل معنا وكل البيانات اللي كانت موجودة عندنا رجعت زي ما هي هندخل مثلا كده على الصور زي ما انتو شايفين الصور اللي كانت موجودة عندي في ألبوم الصور زي ما هي اهيت موجودة ما فيش اي حاجة من البيانات اللي كانت موجودة عندي خسرتها من على جهاز الايفون رسائل لو أنت عندك رسائل هتلاقي الرسائل لنوات سجل المكالمات هتلاقي عندك كل سجل المكالمات او اسامي زي ما انتوا شايفين الاسامية اية كلها موجودة او جهات الاتصال كل حاجة من البيانات بتاعتك هتلاقيها موجودة على جهاز الايفون وتحلت معاك مشكلة تجمد جهازك الايفون دوت على شعار قبل او على الشاشة السوداء ويبقى أنت حلت المشكلة وما خسرتش اي حاجة من البيانات بتاعتك لو عجبك الفيديو واستفدت منه يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم وشوفكم الفيديو الجاي شكرا لكم